أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوائل حدث نناقش فيها تجدد الحديث عن رؤية أمريكية أوروبية لحل الأزمة في اليمن يبدو أن اتفاقي سوك هولم والرياض وصلا إلى طريق مسدود الأمر الذي أتاح للبعض محاولة إحياء خطة وزير الخارجي الأمريكي الأسبق جون كيري بشأن الحل في اليمن وتقديمها كرؤية جديدة للسلام بدورها تجددت أو جددت الإمارات عبر عدد من وسائل إعلامها الترويجة لإحياء خطة كيري التي تقترح تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيها الحوثيون وتعيين نائب جديد وتشكيل حكومة توافقية جديدة الأمر الذي يعني إخراج الشرعية من المشهد السياسي القادم وتجاوز المرجعيات الثلاث هذا التناول يستدعي الحديث أيضا عن خطة أمريكية أعلنها العام الماضي وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس في مؤتمر احتضنته البحرين وتبناها وزير الخارجية بومبيو وترتكز خطة ماتيس وبومبيو على تقسيم البلاد إلى مناطق حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح وإعادة حكومة الرئيس هادي إلى البلاد بينما ينص الجزء الأول منها على تأمين الحدود اليمنية السعودية وفرغها من السلاح بتزامن مع وقف التحالف لغاراته ما علاقة استدعاء الحديث عن خطة سلام في اليمن بالتزامن مع تطورات العسكرية الأخيرة وحالة الاستنفار التي تشهدها جبهات الجيش الوطني ذلك وغيره نناقشه مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير الذي عده الزميل محمد اللطيفي فتحت التطورات المتسارعة في منطقة نهم التابعة لصنعاء والمحاذية لمارب الباب لتكهنات جديدة فيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية القادمة ففي الوقت الذي تضغط فيه الأمم المتحدة لوقف التصعيد في مداخل مدينة الحديدة بهدف الحفاظ على بنود تفاهمات السكهلم بين الشرعية وميليشيا الحوثي تبذل السعودية جهدها للحفاظ على اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية وميليشيا الانتقالي بالنسبة لمراقبين فإن الإمارات تسعى لاستثمار الأوضاع المرتبكة للشرعية في عدن ونهم والحديدة لإعادة خطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للواجهة المعلنة في أغسطس 2016 والتي تنص على تشكيل مجلس الرئاسي تشارك فيه كافة القوى بما فيها ميليشيا الحوثي وتعيين نائب جديد وحكومة توافقية صحيفة العرب الإماراتية أفصحت الخميس الماضي عن تبلور رؤية أوروبية أمريكية لإحياء مشاورات سلام جديدة مبنية على اتفاق سوكهلم واتفاق الرياض ومبادرة كيري وقالت الصحيفة إن هذه الرؤية تنتظر موافقة السعودية والإمارات عليها تتحدث الصحيفة عن نتائج محتملة لهذه الرؤية الدولية تفضي إلى جعل المحافظات الجنوبية تابعة للمجلس الانتقالي الموالي لأبو ظبي مع بقاء المحافظات التي بيد الحوثي تحت سيطرته بينما تذهب مأرب والجوف والبيضاء لحزب الإصلاح كما تقول الصحيفة ويمنح المؤتمر الشعبي دورا في قيمة هامة ولم يحسن بعد مستقبل تعز ظهور هذه التسريبات بشكل علني من صحيفة تصنف كمعبرة عن السياسة الإماراتية الرسمية فتح المجال مرة أخرى للشكوك حول الانسحاب الإماراتي من اليمن وكشفت أيضا عن النوايا السعودية اتقاه اليمن لكن ما هو مؤكد تجاهل المرجعيات الدولية المعلنة وأن الشرعية هي الكلمة المفقودة إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من الرياضة العميد الخبير العسكري حسن الشهري مرحبا بك معنا سيد حسن العميد حسن الشهري هل أنت معنا إذن مشاهدين الكرام اليوم في هذه الحلقة نتناول موضوع رؤية سلام جديدة في اليمن هل يعني وفاة ستوكولم والرياض من خلال هذه الرؤية ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح سيد محمد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا بك من باريس من باريس نعم كيف تقرأ سيد محمد تجدد الحديث عن خطة سلام أوروبية أمريكية عن السلام هل تمت دلالات حول التوقيت له أخي العزيز بعد التحية لك وللقناة ولضيفك الكريم الشهر حسن والمشاهدين هناك تحركات بريطانية للوصول إلى صياغة لمشروع قرار في مجلس الأمن حقيقة بحكم أن البريطانيين حملت القلم في مجلس الأمن من خص الموضوع اليمن لم تتضح بعد الصورة حول هذا المشروع لكن يبدو أنه يدور حول وقف التصعيد والإتزام بوقف إطلاق النار والدعوة إلى الذهاب إلى مغاوضات سياسية وهذه هي طبعا رؤية جمال رؤية مارتين جريفت مارتين جريفت هو الذي طرح هذه الأفكار بأنه يجب أن يصار إلى محاذاة سلام متجاوزا اتفاق السوكهولم الذي قال بأنه قد أدى المهمة المطوبة منه بالحفاظ على مدينة الحديدة من أي عمل عسكري وتجنيد السكان كارثة الحرب كما قال فالأفكار موجودة يتداولون البريطانيون مع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مع بقية الشركاء السياسيين من خص الوضع في اليمن لابد أن السعوديين والإماراتيين والدول لابد أنهم في صورة ما يجري من تداولات كيف ستكون الصياغة الأخيرة لهذا المشروع هل ستكون بصيغة الإلزام إلزام الأطراب بالتهاب إلى مكاوضات سياسية هل ستكون بصيغة الدعوة الأتيادية هل سيكون هناك قرار هل سيكون هناك بيان من مجلس الأمن بيان رئاسي لا نعرف لكن البريطانيون حسب المعلومات يريدون الذهاب إلى قرار جديد يلزم لكن سيد جميح هناك لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في وسائل الإعلام الرسمية لا هو لم يعلن عن ذلك صحيح لكن المدولة الموجودة هو الذي أعلن عنه بشكل رسمي وما قاله مارتين جريفيت مارتين جريفيت طرح هذه الأفكار وتجاوز اتفاق السوق هولم وهذه الأفكار إذن سيد محمد ما سبب لصدعاء الإعلام الإماراتي حول هذا الحديث عن هناك مبادرة جديدة للحل الأزمة اليمنية خطة سلام يعني ليس هناك خطاب رسمي إماراتي قال بأن هناك قرارا جديدا أو حلا سياسيا أو مبادرة جديدة وكل ما في الأمر أن هناك وسيلة إعلام هي التي نشرت الخبر وسيلة الإعلام هذه لا نعلم مدى دقة مصادرها ولا نعلم مدى دقة النقل عن هذه المصادر لكن بالمحصلة حقيقة هناك حراك دبلوماسي وسياسي للتوصل إذا قرار في مجلس الأمن الدولي هذه تعتبر الآن أنا أعتقد أنها من خلال معلومات هي من الحقائق الموجودة حاليا لكن تقصيل هذا الأمر وما يدور حول أن الشمال الحوثيين والجنوب للمجلس والغرب لقوات المقاومة المشتركة والمأرف للقوات الجيش الوطني والإصلاح هذا كلام غير صحيح لا يعني تفضل سائل الإعلامة التي أحدثت عن ذلك أنا أعتقد أنها أضغط على ذلك تسأل من التحليل وليس من المعلومة نعم سيد محمد تفضل بالبقاء معنا نعود إلى الرياض معنا من هناك العميد حسن الشهري وهو خبير عسكري مرحبا بك معنا حياك الله هناك حديث عن رؤية سلام جديدة في اليمن برأيك هل يعني هذا إعلان وفاة أو فشل الاتفاق واتفاقي أقصد هنا ستوك هولم والرياض برأيك شاء الخير تحية لك ولمشاهد الكرام وتحية أيضا للصديقي لساحة السفير سيد محمد الجميع من لندن أنا أعتقد أنه ما ظهر للساحة حاليا إعلامية مجرد كهنات ولكن باعتقادي أنه عام 2020 هو عام السلام في المنطقة وقد ظهرت ملامح كثيرة مثل ذلك معلسة في الشرعية أخفقت طوال خمس سنوات الماضية في أن تستعيد دماء مبادرة ولو في الحد الأدنى وبالتالي هناك مرتكزات للسلام في اليمن لن يذهب أحدا بعيد عنها خطة كيري قبل ثلاث سنوات من رفضها هي الشرعية وطيغة تباصيلها ومبادئها واسساة في سلطنة عمان الشفيق ولكن الشرعية رفضت ذلك كانت تتوقع أنها ستحدث فارقا في البيئة العسكرية في اليمن لكن مع الأسف لم يحدث ما كان مطلوبا أنا أعتقد الآن وكما بدأت المملكة العربية السعودية والتحالف في السلام فتنتهي أزمة اليمن بالسلام وأتفق مع سيادة الشفير في لندن أنا قد يكون هناك قرار من مجلس الأمن لأنه قرار 22-16 الذي صدر تحت الفصل السابع لم يمكن ولم يستثمر واتفاقية السوك هولم أيضا لم تكن واقعية كانت مطاطية أكثر من لازم وبالتالي الكل استثمر فيها وخصوصا المدشيات الحوذية نحن الآن أمام منعطف خطير والخيارات إذن سيد حسن طالما الأمور تتجه إلى هناك طرح للسلام لماذا استمرت الحرب لمدة خمس سنوات وتدخل التحالف لدعم الشرعية وعودتها إلى صناعة عمليات العسكرية دون مستوى الحرب لتقودها للتحالف للمملكة العرب السعودية أدت واجباتها حققت هدافها الاستراتيجية العسكرية عادت حوالي 8% من الأرض اليمنية هناك خلل بالشرعية مع الأسف أنا أعتقد أنه اتفاق الرياض ولد ليبقى ولن يموت وسيتنفذ أسسه من يعرقل مثل ذلك هو من سيخرج خارج الشرعية وأصبحت الأطراف واضحة المعالم حاليا وأنا أعتقد أنه ليس هناك شرعي إلا فخامة الرئيس عبد ربو منصور هذه البقية مواطنون في مواقع مسؤولية بمكان استبدالهم والاستبدال بالأصلح والوطنية المخلص نعم ننقل هذه الملاحظة منك سيد حسن إلى سيد محمد جميح سيد محمد حسن الشهري يقول أن هناك خلل في الشرعية استمر منذ بداية الأزمة ونحن الآن في أسنة الخامسة للحرب كيف تنظر لما قاله أو تعليقك على ما قاله السيد الشهري طبعا يعني إن كنت تريد مني أن أدافع عن أخطابنا لن أدافع عنها هناك هذا الوضع طبعا في مواسطة الشرعية وإلا ما كنا في هذا الوضع منذ خمس سنوات هذا صحيح لم تستطع يعني نحن عدنا ثمانين في المئة من الأرض لكن لم تستطع الشرعية أن تعود طبعا الجدل الدائر بين بعض أقطاب الشرعية والتحالف لكن سيد محمد هناك ليس الموضوع ليس دفاع عن الشرعية لكن هل الشرعية تتحمل المسؤولية وحدها حول ما يجري في اليمن؟ طبعا المسؤولون عن حرق اليمن هم طرفان طرف الشرعي وطرف التحالف العربي وبالتالي المكاسب التي تحققت في اليمن هي نجاح للطرفين والمسؤولية تقع على الطرفين كي نتكلم بإنصار هناك طبعا خلل داخل المؤسس الشرعية هناك أيضا خلل في العلاقة بين التحالف العربي وهذه المؤسسة وهناك أيضا طبعا بعض الإشكالات التي طرأت بين الإمارات العربية المتحدة وبعض الأطراب الشرعية وتحديدا تجمع علماني الإصلاح هذه الإشكالات للأسف الشديد كان لها دور سلبي وليس من قبل إداعة الأسرار أن نقول أن هذا الدور أدى إلى تثبيت الحسم العسكري والتوجه إلى سعارة البلاد عن طريق القرارات التولية النافذة تحت الفصل السابع التي تجيز استخدام القوة مطرة 2216 كل ذلك لم يحصل لكن أنا أعتقد أنهم بدلا من إلقاء المسؤولية على هذا الطرف أو ذلك علينا أن نعترف أن كل أطراف شريكة فيما حصل من نجاح وشريكة فيما يحصل من تشروض التالي بإنسى الطبع المتفاوثة على هذه الأطراف أن أثدت رسلنا بينها فإذن ربما عن وسائل الإعلام في أين تكمل مناطق الخلل لماذا لم تحقق الأداف الكبيرة من عاصفة الحزم لماذا لم تأود الشرعية إلى صنعها هذه الأسئلة يجب على التحالف العربي وعلى الحكومة اليمنية إجابة منطقية وواقعية من منطلق تحمل المسؤولية إذن الإجابة مشتركة للجميع نعود إلى السيد الشهري برأيك ما مناسبة استدعاء الحديث عن خطة سلام في اليمن بينما التحالف الآن والشرعية يعملان على تنفيذ اتفاق ستوك هولم والرياضة اتفاق ستوك هولم هناك معطل أممي وليس يمني فقط أو من قبل التحالف تعطيل اتفاق ستوك هولم منذ أنصيغة المبادرة لم تكن واضحة المعالم وبالتالي أخفقت أخفق أخفق ثمي من الجنرالات قبل الجنرال الشابق الذي عندما أراد أن يقول الحقيقة وأن يقول المتحدة لا ما تعملون أو غير شوي تم طرده مع الأسف بكل بساطة الآن الحديدة كانت قابقة وسينة أو أدنى من السقوط من قبل القوات القيادة المشتركة في المنطقة في الجهة الغربية ولكن تم إيقافها بضغوط البيئة الدولية تحالف نعم ستكيف مع ضغوط البيئة الدولية لين بعض المواقف ولكن مع الأسف أرادوا أن يصلحوا خطأ وكما يقول المثل الشعبية أرادوا أن يكحلها بأعماها أرادوا أن يدخلوا صنعا من خلال نهم ونهم ليست مكان للمناورة وتحرك قوات المسلحة لا أدري من فكر وقرر على استخدام القوات من أكثر وأحيانا من تقود إلى صنعاء الشرقية إذن سيد شهري لماذا تدخل التحالف وهو يمتلك التفويض الشرعي لتصعيح هذا الخطأ من يضع الخطأ في اليمن هي العمليات اليمنية التحالف دورة محدود حاليا لا يقوم إلا بدأ عملية إسناد جوي قريب فقط لكن أعتقد أنه خلال الأيام القادمة ستتبلغ الصورة وتكون واضحة لكن أنت تعرف أن الأمير فهد بن تركي يمتلك التفويض الكامل من عبدربو ومنصور هادي بفخامة الرئيس مع صاحب السمو الأمير تركي عطم فهد بن تركي اجتمع واعتقد أنه خلال الاجتماع هذا سنظهر بنتائج بما يرقى على الأقل الحد الأدنى بعدما على الأسف اخطاقات ظهرت في بيئة العمليات الأسكرية بيئة العمليات الأسكرية في اليمن وبالذات في مأرب لم تكن بالاتجاه الصحيح طوال الخمس سنوات الماضية هناك مع الأسف تسويق للوهم من قبل الفصيل حزب الإصلاح في اليمن وبالتالي الكل يدعي أن نحقق بعض الأمور هو ليس إلا تسويقا أو تصويرا لن تحرر اليمن بشيء في قناة سهيل أو في قناة أخرى اليمن يحتاج إلى وطنيون مخلصون وأن نتذكر أن الجنوبيون عندما أرادوا أن يتحرروا من الرجس الحوثي والمجوسي في اليمن قاموا بإسناد قليل جدا بتحرير أكثر من 70% مساحة اليمن وبالتالي نتمنى أن تكون هناك أيضا تلك الرؤية في المحافظات الشمالية التي لا جالت محدودة نعم نعود وبالتقرير عن بعض التقسيمات مأرب للجهة الهولانية وتعز والغربية لكذا هذا لن يتم اليمن اتحادي وفخامة الرئيس والرئيس الشرعي والعالم حاليا على الأقل في المرحلة الحالية يؤمن أن اليمن سيبقى يمنا اتحاديا ثم تأتي المرحلة للشعب اليمن لقرر خياراته بنفسه نعم تفضل بالبقاء معي نعود إلى سيد جميح سيد جميح الحراف المعركة في نهم من يتحمل المسؤولية برأيك أنا أعتقد أن الموضوع نهم يحتاج إلى وقفات تأملية كبيرة يعني ليس من السهل علي أن أقول أن هذا الطرف أو ذلك يتحمل المسؤولية خاصة وأن هناك كثيرا من الأسئلة التي انفتعت على إيجابات غامضة أو لا توجد لها إيجابة يعني الجيش انسحب من المواقع المتقدمة في أنهم دون معارك يعني حقيقية هل انسحب من أجل تأمين الانتقال إلى خطوط دفاع خلفية أكثر أمنا لأنه كان يستقر إلى العنصر البشري والمعركة هل انسحب لأن العجوم الحوثي كان معدل له منذ شعور طويلة وبالتالي لا يستطيع أن يواجهه ما هي الأسباب لكن سيد جميح هل تحميل المسؤولية الآن في هذا الوقت صواب ليش يستطيع أن يتحرك بمعزل عن التحالف وتوجيهات التحالف لخمس سنوات مضى دعني أقول شيئا دعني أقول شيئا واحدا أنا لا أتصور أن ما حصل في إنهم هو بهذا الحجم الإعلامي المهول الذي حاولت حالت إعلام إيران وتوابعها عن تضخمة المسألة هي مسألة خسارة جبل أو جبلين هنا أو هنا لكن عندما تأتي إلى نتائج ما حصل فإن سحب المقاتلين الحوتيين إلى القتال في صحراء الجوب على سبيل المثال هذا قد كلفهم الكثير هناك يوم مئات من القتل وبالتالي استراتيجية من ناحية عسكرية فإن الحوتيين حتى لو اترضنا أنهم سيطروا وثبتوا سيطرة مع المواقع التي دخلوها أثناء الهجوم على المهم فإنهم تضرون بالمكياس العسكري البشري خسرانين لأنهم قد خسروا قيادات كبيرة وخسروا مئات القتلة ناهيك عن أن كثيرا من المواقع التي دخلوها تخرون منها المواقع اليوم في ميسورة أثنهم لا تزال كما هي لم تتزحز المواقع الميمنة فقطت الفرض كما هو معروف بعض المواقع الميمنة المواقع في الجوب كان هناك جمعة للجوب لكنها المعارك في الأمس كانت العقبة والعقبة مرتبطة سلسلة جدلية تفصل بين الجوب وصنعه وبالتالي المكاسب التي حققها الحوثيون مقابل خفائر بشرية ناهيك عن أن هذه المكاسب فقدها الحوثيون أو فقد الكثير منها خلال الهجوم المرتد الذي نفده الجيش بالأمس وقبل الأمس نعم نشكرك محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من لندن على هذه المداخلة من باريس عفوا نعود وينضم إلينا من إسطنبول الباحث والمحلل السياسي الدكتور عادل دوشيلة سيد عادل كيف تنظر لدعوة لحل سياسي في اليمن في وقت تحدث فيه المعارك مع الحوثيين الآن دكتور عادل هل تسمعوني نعم دكتور عادل كنت قد سألتك عن كيف يتم الدعوة لحل سياسي في اليمن في وقت تحتدم فيه المعارك مع الحوثيين بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك نحن نعرف جيدا بأنه كان قد أعدت طبخة يعني مسبقا في دوائر صنع القرار للتحالف العربي لتكفيش البلد وبالتالي سمعنا يوم أمس يعني أن هناك يعني دعوة من مجلس الأمن الدولي لوقف العمليات القتالية والعودة للعملية السياسية معنى ذلك أنه أن كل طرف يبصد فيضرة على الأرض وبالتالي تفقيق البلد على أسس مناطقية وجهوية وما إلى ذلك ولكن هذا المخطط لن ينجح إذا كان المجتمع الدولي يدعو إلى عملية سياسية والحركة الحوثية في تقدم عسكر على الأرض معنى ذلك أنها لن تخطأ أي عملية سياسية مما يعني أن الحرب ستستمر وبالتالي الحديث عن عملية سياسية هو نعمل العبس في هذا الظرف العصير في سياق ما يمكن أن نضع استدعاء الحديث عن حل سياسي بعد خمس سنوات من الحرب والكوارث وتدعياتها كيف نقيم هذه التحركات سيد عادل دشيلة هل أنت معي نعم لا أسمعك نعم سألت يعني سأسألك سؤالا آخر ثمت من يرى في تناول الإعلام الإماراتي للرؤية الأمريكية محاولة لدفن اتفاق الرياض وستوكولم كيف ترى أنت ذلك الإمارات العربية المتحدة كان لديها هداف استراتيجية واضحة منذ البداية ونحن رأينا نهاية العام الماضي كيف تم الحوار السياسي بين الإدارة الإماراتية والإدارة الإيرانية على حساب أبناء الشعب اليمني الإدارة الإماراتية تتحرك في إطار لابد من يعني من إفقاد القرار الدولي في 2016 لابد أيضا من إفقاد الشرعية اليمنية عسكريا وسياسيا على الأرض لابد أيضا من إنتاج قرار دولي آخر يعني يساعد أو يشرع لما كانت به الإمارات العربية في جنوب اليمن ولبالتالي رأينا حدث الإمارات العربية المتحدة عن اتفاقية ستوكولم وعن مبادرة أو ما يسمى باتفاق الرياض وما يسمى بمبادرة تيري أي أنها تحاول الآن إقناع المجتمع الدولي بأن يسطر قرارا دوليا آخر ويلقي القرار الدولي السابق الذي هو الذي ينص على يعني ضرورة بسطة صيدرة الدولة على كافة الأراضي اليمني وهو القرار الدولي في 2016 إذن الإدارة الإماراتية الآن هي تحاول إقناع المجتمع الدولي وقد ربما تنجح إذا لم يكن هناك تغيير المشهد عسكريا على الأرض من خلال قلب الطاولة على حركة الحوثي في المناطق الشمالية والميليشيات الانفصالية في المناطق الجنوبية وأنا لا أتوقع بأن تنجح المتاعي الإماراتية ستفشل عسكريا والسياسيا مثلما فشلت نهاية العام الماضي في المناطق الجنوبية والشرقية نعم نعم تفضل بالبقاء معي نعود إلى الخبير العسكري حسن الشهري معنا من الرياض سؤال أخير إلى أي مدى يمكن أن يتخلى التحالف عن الشرعية أو اتفاق أو تسويات سياسية تؤزم الوضع أكثر في اليمن لن تدخل الرياض ولا التحالف عن اليمن ولا عن الشرعية والأهداف التي رسمت في 26 مارك 2015 تتحقق ولكن ما نود أن نقول أن يتخلى من يتحدث عن حزب الإصلاح عن اتهام الإمارات واعتبارها العدو والحوثي هو الصديق أنا أدرك أن الأخواء المسلمين في اليمن أيديلوجية مقابل للأيدولوجية الكهنوتية المجلوسية في اليمن وبالتالي لا يرون الحوثي عدوا نراهم عندما كانوا في شبوة تحركوا ويكبرون باتجاه شقرا والعلم وباتجاه عدن على أخوانهم في المحافظات الجنوبية وعندما واجهوا الحوثيين في نهم فروا هاربين مع الأسف رغم الكشفات التي كان 68 ألف مقاتل لم يوجد إلا 3800 مقاتل من التمزق أنا أعتقد أنه خلال الأيام القادمة الأشهر القادمة ليست بالكثيرة ستتصحح البوصلة بالاتجاه الصحيح وسيعود اليمن لليمنيين وبالوطنيين وليس للعملاء نعم سيد حسن ابقى معي نعود إلى سيد عادل سيد عادل إلى أي مدى تتفق مع سيد شهري حول تحميل الإخوان أو الإصلاح بأنهم يقومون بمعركة خاصة في ظل هذه الأزمة اليمنية عندما يعلق فشل التحالف العربي على الجيش الوطني وعلى حزبة سياسية كان بالأولى بالأخحة الشهري أن يخاطب فانع القرار في الملكة العربية السعودية التي تتحالف مع الحركة الحوذية من تحت الطاولة رأينا عشية اتفاقية الرياض كان هناك حوار سياسيا بين الإدارة السعودية والميليشيات الحوذية على حزاب الشرعية اليمنية رأينا الوفد الحوذي الذي زار المنطقة الجنوبية وطرح بذلك مسؤولون سعوديون في الإدارة السعودية وعندما يحمل طرف سياسي في الشرعية اليمنية هم يحملون الآخر فشلهم هم فشلوا في اليمن لأنهم جاءوا بأهداف خير الأهداف المعلن وبالتالي هم يحاولون الآن اتهم طرف سياسي بحها بأكثر من 12 ألف كهيد حتى العام 2017 في مناطق نهم والجوب ومناطق أخرى من الأراضي اليمنية ولذلك على حصر الشهري أن يتهم الإدارة السعودية والإدارة الإماراتية بدل من أن يعلق فشل على الأبلياء الذين أصبحوا بحية للميليشيات الإنقلابية في الجنوب والميليشيات المتمردة أدركنا الوقت سيد عادل في الشمال وأيضا قدر التحالف العربي نعم أدركنا الوقت سيد عادل شكرا جزيلا لك كنت معنا من إسطنبول الدكتور عادل دوشيلة الباحث والمحل السياسي وأيضا الشكر موصول للعميد حسن الشهري الخبر العسكري كان معنا من الرياض وأيضا من لندن المحل السياسي من باريس عفوا المحل السياسي محمد جميح والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء